مررنا بأحد أصعب أيام الحرب لكننا لن نتوقف عن القتال حتى النصر الكامل على حماس والكلام لنتنياهو بعد مقتل 24 جنديا إسرائيليا في عملية مخيم المغازي وهي العملية التي توقع المراقبون أن تكون نقطة فاصلة في مسار الحرب وتجبر نتنياهو على قبول مسار الهدن مع حماس والبدء في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين نظرا للخسائر البشرية التي تكبدها الجيش الإسرائيلي يوميا من رمالة مونير الجاغوب القيادي في حركة فتح ومن تل أبيب دكتور ريوفين بيركو الخبير في شؤون الشرق الأوسط دكتور ريوفين بيقولوا أنه هذه الضربة قاسية جدا على الجيش 21 بيقولوا فيه ثلاثة آخرين يعني بس فيه بيقول برضو الأعداد أكتر منك بس خلينا نعتمد الرواية الرسمية وممكن أنه تغير شوية في مسار الحرب على غزة مسار الخير لك لديفك الكريم والمشاهدين أول إشي بدي أرود على ولو بجملة قصيرة على مكان معالي الوزير الشلالدة بكونه دكتور وخبير في عدل والحاكم الناس عنصر مهم بما يسميه الإبادة الجمعية وهو القصد والعمد اللي هو عنصر إذا كانت هناك مبنية مسبقا للقيام بذلك ولم يكن ذلك أبدا في الختاب الإسرائيلي أنهم يريدون إبادة الشعاب الفلسطيني بأي طريقة من الطرق وإذا لم يظهر لا 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 أرجو منك أنا أرجو منك أن تصبر علي تكمل ما أريده يلا صابر بس بدون ما تأخر لأنه موضوعي الموضوع آخر يعني لا ما أنا عارف ولكن قول الوزير يستحق جواب ولم يكن هناك أحد إسرائيلي يجاوب عليه فإذا ينقص في كلامه إثبات النية المسبكة بينما عند الفلسطينيين زوال إسرائيل ودرورة زوال إسرائيل هذا عنصر فعال في كل ختاباتهم ابتداء من السلطة ومؤخرا انتشر منشور لشيخ الهباش وزير الأوقاف الفلسطيني الذي ينهي المنشور طبعا وبالحديث النبوي إنه حتى الحجر والشجر يفتحوا تم لإبادة آخر يهودي يظل في هذه المعمورة طيب وإذا انتقلنا لحماس فهم في حديثهم وفي ميثاقهم يندون خيبر خيبر يا يهود وإنه داء مكشوف على الملاء لإبادة الإسرائيلي ودولة إسرائيل هذا كان ينقص في كلامه وهذا مش باين في كلامنا وليس هناك تتهير أرقي وإلي بده يزور إسرائيل يرى عربا ويهودا على حد سوى يعشونا بمنتهى المسواة مؤخرا دفلنا وهذا انتقال إلى جوابك طيب قبل ما تنتقل دفلنا جنبي عربي مسلم يخدم في صفحة جيش الدفاع يا ريوفين هلأ في عندك كم جنبي من النقب ومن البدء ومن كم هذول بيخدمه قصة ثانية بالتالي ما بيمثله إنه شعب الفلسطيني بيخدم في الجيش اللي بس بده أقول لك إنت تفرق بين العرب والمسلمين أنا مش بفرق أين اللعبة الكلامية في هذا الموضوع أنا عم بقول لك قلتم أبرتهايد فإذا أبرتهايد يعني التفريقة عنصرية يا ريوفين بس خليني أجاوبك عشان ما نضيع الوقت أنا دوري أحاور مش أسائعني عمل سجال بس بقول لك أتطرق الموضوع دحية جيش لا لا بس أرد عليك بكلمة قلتلي صبرا اصخر علي شوي بس بسرعة يعني في فرق بين عمل منظم إسرائيل الآن في القانون الدولي دولي وفي فرق بين واحد كاتب منشور وحركة كاتب منشور وبنسبة للخطابات هلأ بطلع لك هذه الدولة فلسطية هذا وزير العدل لا 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 جبريل رجوب قال إنه لو في حوزاتي كل بلد ذرية لا رماها على الإسرائيلي هذا وزير العدل في السلطة ماشي ماشي بتقدر تحاجج بالمحكم الدولية إنه رجوب كمان قال هيك بس اللي بدا أقول لك يا هلأ بطلع لك بطلع لك آلاف التصريحات لبيتسل إل سموتريتش وبينكفير على إنه إسرائيل من البحر إلى النهر أيضا موجود وإنت بتعرف هذا ليس معناه إبادة جماعية كما تريدون لما نتنياهو لحظة ريؤوفين لما نتنياهو استحضر العمليق هذا قرآنك الكريم يقول لحظة يا ريؤوفين 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 ومغربها هذا قرآن نبدوش يسمع ريؤوفين ريؤوفين لما نتنياهو استخدم واستحضر قصة العمليق واللي بتنص على إنه بتعرف أقتل النساءهم وأطفالهم والحجر والشجر بس بديش أدخل بهذا الموضوع لا هذا في كرآنك هذا في حديثك أنا بقول لك نتنياهو استحضر جاونا الآن على الضرب بخلينا ما ضيعش الوقت يا ريؤوفين هاي الضرب رح تغير إنت استعمال شيء اللي هو ريماح ضح الدين خلينا في يوم الأيام بطرح هذا الموضوع بتحكي فيه بس لأني بديش أضيع الموضوع عندي كثير أجوبة إليك لو بدي نعم نعم عندي كثير أجوبة إليك لو بدي جاوبني على الضرب اللي اتعربونا في خان يونس أنا بجاوبك أنا بجاوبك أنا كنت عقيد في جيش الدفاع الإسرائيلي وشاركت فيه كتال بمحاربات هؤلاء السفكي الدماء الفلسطينيين الإرهابيين سميهم ريؤوفين أنا يا ريؤوفين ما تاخد الحوار للطريقة اللي بتحبها انتي لما اتصلوا فيك قالوا لك الموضوع يا ريؤوفين قالوا لك الموضوع إذا جيش الدفاع جيش الدفاع من خلال عملياته العسرية يأخذ بين الاعتبار فقدان جنود أثناء المعارك طبعا وكاد عانينا الأمارين في خروبنا ضد الإرهاب الفلسطيني وضد الجيوش العربية ديعنا جنود أغلية لنا نحن لا نخلي جنودنا مربعين ليفترسونهم الكلاب كما يعملوا حماس نحن كل جنيعنا خلينا نتحفظ على المصطلحات وخلينا نتحفظ يا ريؤوفين ما انت يا دكتور هذه وكعية هذه وكعية هذه وكعية في شوارية غزة لا يجوز أي توصيفات تخرج عن نطاق هذا الحوار خلينا نتكلم الحوار يشمل دحيانا كجنود بس بدون ما تقولت هيك وهيك ما بدناش توصيفات خارج عنه خلينا يا ريؤوفين لا بادي الوكعية طيب ننتقل إلى جنودنا بكل جنودنا بيقولوا في خطأ وفشل انه أدى إلى مقتل هذا العدد الكبير فشل من الجنود جاوبنا هذه النقطة قبل ما رحنا منير الجاغوب شوف قبل ما يعود السيد منير على ضحايا اليهود أنا بقبل تصفياتك وتسميتك لما صار هناك كفشل عسكري مبين ليس هناك شاك احنا من يعمل يغلط من يعمل يخطأ وقد تحصل مستقبلا دحايا توقع من الجنود الإسرائيليين مستقبلا نحن مغدينة في الحسبان ولكن من يريد أن يجد نوع من الرداء من وكوة بعد جنود الإسرائيليين ويتجاهل الآن المعساة والنكبة والكارثة واللي سمية زي ما بدك اللي تمر على هؤلاء الذين يفتغلون المواطنين الفلسطينيين في كتاعة غزة الدراع بشري وهم يموتون في المعركة بالألوف ويجد له نوع من الرداء بوقوع بعد الإسرائيليين ليتفضل نحن نتوقع وكوة جنود إسرائيليين في المعارض اللي حصل هذا يعني ماشي في الحروب الناس بتتوقع والقيادات بتتوقع قتل الجنود يا مونير في نظرك وفي تحليلك لما حدث الآن هذا ممكن أنه يغير على الأقل إذا مش في مسار الحرب على غزة يرد يقلب الرأي الإسرائيلي العام اللي ما زال بطالب بالإفراج وتبادل الأسرة يقلب أكثر فأكثر وتزداد النقم على نتنياهو يعني هذه الحادثة تذكرنا بما حدث في عام سبعة وتسعين عندما كان هناك طائرتين هوليكوبطة كانت متوجهة إلى جنوب لبنان لقصف الجنوب وهذه الطائرات قتل فيها 72 جندي وضابط إسرائيلي وأدت إلى تغيير مصار المعركة وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان السيناريو يكرر نفسه ولكن أنا أقول لك يعني قتل 21 إسرائيليا في يوم فعلا الجانب الإسرائيلي ووضع الداخلي كان صعب جانتس كان اليوم في جنازة أحدهم وتم التهجم عليه وكانوا سوف يضربون وهناك رأي عام في إسرائيل الآن ضد هذه الحرب وضد الخسار الإسرائيلية التي تحدث في هذه الحرب والكل يعني يسأل إذا ما زالت لك التواريخ موجود ما زالت حماس والفصائل الأخرى قوية في قطاع غزة ما زالت المقاومة مشتعلة إذن ماذا حقق هذا الجيش وما زال هذا الجيش يقتل وما زال المدنيين خلسطينيين أيضا يقتلوا في قطاع غزة على يد هذه الحرب على كل حال هذه الحرب يعني سواء أوقفتها إسرائيل أم لو توقفها وقفها العالم أم لو توقفها هي في النهاية ما جدواها يعني ماذا تريد إسرائيل من هذه الحرب ما تريد إسرائيل ليس استعادة المختطفين ولا إنهاء حماس ما تريد إسرائيل هو قتل الشوكة الفلسطينية والبنية الفلسطينية المدنية وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هناك مشكلة أخي محمد أبو عبيد هي مشكلة ديمغرافية بيننا وبين الإسرائيليين نحن متفوقين كفلسطينيين عليهم في العدد ما بين الماء والماء يعني في فلسطين التاريخية عدد الفلسطينيين أكثر الآن جاءت هذه الحرب أو هذه المعركة وإسرائيل تحاول أن تستغلها لإخراج أكبر عدد من الفلسطينيين من هذه الديار ولا ماذا يفسر يعني محصرة القدس ماذا يفسر تدمير جينين تدمير طول كرم تدمير قطاع غزة هم يريدوا أن يخرج الناس من هذه الأرض ومن هذه البلاد يكونهم متفوقين أكثر في العدد هذا هو فكر نتنياهو وهذا فكر والده وفكر جده أيضا يعني أنت عندما جاءوا من أقصى البلاد إلى هنا كانوا يحملوا هذه الأفكار حتى أن نتنياهو ما زال يعاني من عقدة اليسار في إسرائيل هو يعتقد أن اليسار رفض والده أن يعمل في داخل الصحيفة وعنده عقد نفسية ليس فقط من الإسرائيليين بل عقد النفسية أيضا ليس من الفلسطينيين بل أيضا من الإسرائيليين ومن اليسار الإسرائيلي بالتالي يحاول أن يفرق كل هذه العقد النفسية وهذه الأزمات النفسية باتجاه الشعب الفلسطيني وباتجاه القدية الفلسطينية الحل الوحيد والبسيط والذي يمكن أن يحقق العدالة للجميع هو أن يتم إنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين تنتهي كل هذه المشكلة لا نعود نحن بحاجة لا لحروب لغيره بالمناسبة إسرائيل تقول نريد دولة فلسطينية منزوعة السلاح طب الرئيس محمود عباس قالها أكثر من مرة بأنه نحن أيضا مع دولة منزوعة السلاح ولا يوجد عندنا مشكلة في ذلك ولكن نحن نريد أن يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضينا يعني أنا أريد أن نخرج من جنين وأصل إلى رفح ولا أريد أن نشاهد لا حاجز إسرائيلي ولا جندي إسرائيلي ولا احتلال إسرائيلي على أرضي وبالمناسبة القرار واحد القرار الذي صدر عام 47 له قرار التقسيم من ذلك اليوم هناك دولة فلسطينية فموضوع يعني أنه أفق سياسي وحل سياسي وحل الدولتين إذا كان القانون يقول هناك دولة فلسطينية منذ عام 7 واردين لماذا لا تقوم هذه الدولة تنتهي هذه الحقوق قسم مدام نحكي عن قرار التقسيم لحظة مدام نحكي عن قرار التقسيم بدنا نقسم 6 دقائق 3 دقائق 3 دقائق رئوفين بـ 3 دقائق يعني المعجب أشكرك أشكرك بس رجاء أعطيني الفرصة لا تكلم بكتها زي ما أعطيت خليني أسأل لا 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 أحضرت فرصة كبيرة مدام ما سألت لا بس بدي راح عليك نص دقيقة خليني خليني بس أسأل أشكرك اليوم أول إشي تحول بس ألتش يا رئوفين ما سألت ما هو الرأي الأم الإسرائيلي هذا موضوع بس خليني أسأل بعدين تحول إلى معلم نصاني يفسر رئوفين 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 خليني أسأل رئوفين طالوا لنا صورة رئوفين بدي أسأل بس سؤال اليوم أنا في بالفقرة الأخيرة عندي موضوع بس مش إلك هو إله علاقة بالامتناع عن الخدمة في خمسين مجند رفضوا اللي حصل اللي حصل بات يقلق المجند ما بدي يروح على غزة أصيبك من الصور كل إفتر أنا فيم تسؤال وكذا أنه من داخلهم بحسب تقارير ما بديهم يروحوا عام يعني بدأ الرعب يدب هذا بحسب تقارير هذا مو سؤال هذا ختاب سؤالك ختاب اعتبره سؤال يعني هو ختاب طويل عريض ولكن ديفا قلطان وإنتا غلطان أنا سألت أنا بقول لك افترادات أنه المستوى المتطوعين الوحدات الخاصة في الجيش ارتفع بكثير منذ بداية 7 أكتوبر أنتو مش وعينين للمعتيات ليس اكتبس ديفاك الفاضل معتيات الافتتعات في إسرائيل معظم الشاب الفلسطي الإسرائيلي يريد تكميل مهمات الجيش في قطاع غزة إلى آخرية بدون هوادة بدون وكف والمظاهرات اللي بتطلع في إسرائيل نسبة المتطوعين مظاهرات المظاهرات بتنابيب اللي خرجت بالآلاف ضد الحرب المظاهرات بس من أجل الإفراج عن المخطوفين واسمع لي إذا أفرجوا المخطوفين لا ضد الحرب كمان لكنه لا يتمسكون ببعض المشايخ والأطفال والنساء وكانه كنز الشعب الفلسطيني هذه حقارة بمن ما أنت كمان تتمسك في أطفال في السجون وفي نساء التقلص نساء من ثلاث أربع أيام حوالي خمستعشر إمرأة ما أنت كمان تتفتر في النساء لدي عملي ذنبات الأسرة النساء الفلسطينيات اللي أكثر من واحدة قتلنا على الحواجز على الحواجز بدم بارد فتيات نساء مش بدم بارد بسكينة في الياد لا لا فهذا الفرق كل واحد اللي بدا تصلح شيء بملفها الشخصي تروح تنتخر عند الإسرائيليين هذا حتى بيت سلم حتى بيت سلم حقوق إنسان إسرائيلية وفقت ذلك قتل النساء والفتيات وأطفال بدم بارد يا أخي من منير منير أخي منير ذكروا بتصد جنين جنين قبل ثلاث أسابيع ثلاث أسابيع لما الطفل اللي أطلقوا على النار واجت مجندي صورته ليش أذكروا قبل ثلاث أسابيع أمس المواطن الفلسطيني في قطاع غزة عمل مقابلة صحفية وبعد عشر دقائق تم اغتياله أمام الصحفي مش قبل ثلاث أسابيع اليوم هذا الفيديو خرج اليوم لتلفزيون اي تي في بالزبط اليوم تم اغتياله وإيش بده يذكره أنت يعني جايب عقلية لا يريد أن يتذكر ويريد أن ينكر كل شيء ولا يريد أن يرى الشعب الفلسطيني وهذه العقلية الصحيونية تتنكر كل شيء وماذا سوف تناقش مع عقلية مثل هذه العقليات والله يا أخي محمد أنا بعتب عليكم يعني أنت ممكن تلاقي عشرات الأشخاص اللي عندهم فكر ممكن أنك تدخل معاه في نقاش فكري توصل لنتائج أما استضافة مثل هؤلاء الأشخاص أول شيء لا يحمل فكرة ولا يحمل هدف ولا يستطيع أن يحاور وكل ما يملكه هو مجرد أحكاد وقدر وتدمير وتشريد يعني بس ما هو نمو يا منير 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 أحنا كمان يعني حيانا مش بالسهولة تصل إلى أحدهم بس ما أنت كمان يعني هو يمثل عقلية شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي عقلية الإسرائيل لا أعتقد أنه يعني على البكاء في الأرض التي أورص الله لبني إسرائيل هذه النقطة وكل ما يحتاج ضد ذلك فهو خاطئ يقافح الإرادة البنية عندي إذن فكرة تعتمد على دينك مونير أنا دوري أرد ولكن كمان أنت يعني الأشخاص أنا دوري أرد مستعد أنا أرد عليه على غيره وأنا أملك من الحجاج ما تكفي دقيقة ونصف يا مونير دقيقة ونصف عمليا فيه ممكن أنه يعني يتغير أنا هذا اللي بدي أفهمه الآن يعني من الناحية الفلسطيني أنتم تراقبون في حالة من التغيير في عمليات أو الحرب على غزة بعد هذه الضربة اللي تلقاها الجيش أمس لأنه يقال حتى إسرائيليين كتاب كتبوا عن خسارة يعني ومبارح العنوين كلها صباح مؤلم صباح مؤسف صباح ما بعرف شو مونير تدقيقة ونصف الإسرائيليين يعني كل الحديث الآن في إسرائيل والمستوى السياسي والمستوى العسكري بأنهم سوف يغيروا المعركة من القتال البري إلى القتال الجوي والاغتيالات ويذهبوا إلى المرحلة الثالثة هذا ورد في كل وسائل الإعلام الإسرائيلية ولكن أيضا يعني إسرائيل أيضا الآن أيضا تنظر وتدرس موضوع وقف إطلاق النار والهدنة وإطلاق صراح أسرى مقابل أسرى وهي تتراجع أيضا خطوة للخلف أنا قلت لك في بداية المقابلة تتراجع قبل هذه المرة في الجنوب في حدث المروحيتين وأعتقد بالضبط والآن أعتقد سوف يكون هناك أيضا تراجع لا أعتقد بل أجزم بذلك كل ما تشاهد في وسائل الإعلام هي مزاودات بين نتنياهو وجانتس ولبيد وهم يزاودون على بعضهم البعض نتنياهو موقعه في استطلاعات الرأي أصبح 17 مقعد وجانتس 43 وهذا الموضوع يؤرق نتنياهو أو 37 أسف وهذا الموضوع يؤرق نتنياهو نتنياهو يريد أن يتخلص من حكومه من خصومه السياسيين ويريد أن يتخلص من كل شيء في هذه العقلية التي يحملها بالمناسبة هو أكثر ضررا على الإسرائيليين من الفلسطينيين نتنياهو ضرر أكثر مضرر فلسطينيين الجيش الإسرائيلي مع النوويات الشعب الإسرائيلي برود عليك لا تخل إذن الفلسطيني يقول شو أحوال شكرا من رامالله منير الجاغوب القيادي في حركة فتح منتل أبيب رئوفين بيركو الخبير في شؤون الشرق الأوسط